ده تتكلم حضراتكم مثلا طبعا فيه عشر تسع عشر سفراء كانوا حضرين السفراء دول بالمناسبة شافوا الاسماء اللي حضراتكم بتتكلموا عليهم شافوهم شافوهم الموجودين والصورة بتاعتهم اتشافت انت كمواطن النهاردة محتاج ايه اللي بحتاجه النهاردة عندي هذا الحوار وكان معانا متشار محمود فوزي يوم الثلاث في مداخلة وكنا منتكلم على او يوم الاثنين منتكلم على قبل بدأ هذا الحوار المواطن فين المواطن اولا وسانيا وعاشرا هو الهدف من الجلسة القدامكو دي من الحوار ده المواطن الحوار ده اذا اقول لكو مهم انه تاني شوفوا السيد عامل موسى قال ايه دكتور حسان بدراوي قال ايه ممكن حياتك تتفق وممكن تختلف انت حر بابا اقول لكش اتفق مع كل اللي تقال ولا وانت حر لو عايز اختلف تماما اختلف رأيك رأيك حدش يقدر يقول لك محدش يجبرك على على انك تقول حاجة انت مش مش رضا عنها او حاجة انت مش يعني بالنسبة لك مش سعيد بيها انت حر وان احنا بنقول ليه حوار بس ميزة الحوار انه يكون عندنا مرحلة مجال مش هيكون فيه توفق على كل حاجة لن يكون هناك اتفاق على كل شيء ابدا مش حاجة اسمها كده حدش يتوفق على اي حاجة مش كل الناس متفقين مفيش اجماع على اي حاجة بس على قل يبقى فيه ايه تقريب وجهات نظر حول تاني بقول القضايا المصيرية بالنسبة لنا طيب عندي النهاردة باتكلم على الوضع الاقتصادي اللي هو المواطن لا يعنيه في الموضوع ده كله الوضع الاقتصادي لا يعنيه حاجة اللي تعني المواطن النهاردة هو الوضع الاقتصادي للبلد اللي يعني المواطن النهاردة انه مرتبه ده يكفيه قد ايه اللي يعجب المواطن النهاردة واللي يهم المواطن بالدرجة الاولى النهاردة انا بكفي اخر الشهر مرتبه بيكفيني كم يوم في الشهر اللي يعني المواطن النهاردة الاسعار ثم الاسعار ثم الاسعار اللي يعني المواطن النهاردة انك تبقى شايف ان المواطن ده عنده مشاكل ده اللي يعني المواطن هل كل اللي قاعدين في الحوار ده عارفين كده ايوه اه كلهم قاعدين كده هل السيد رئيس الجمهورية مش عارف اللي انا بقوله عارف الصورة الكاملة اللي قدام سيادته عن المية وخمسة مليون واللي معهم التسعة مليون كمان كل اللي عايش على ارض مصر قدام الصورة بالكامل من اول حضرتك العيش اللي بتاخده والتموين اللي بتاخده والبنزين اللي بتاخده العربيتك والحد ما عايز تركب المونوريل ولا تركب اللي تسخن في شقة اسكان اجتماعي ولا اوفر لك كهرباء ولا اوفر لك الغاز ولا اعمل لك يبقى عندي وضع ايه اعرف كل ده ولما تسأل هو ايه الحكاية اسأل الاول احنا دخلنا كامة وبنصرف كامة ده السؤال هل انا بشتغل النهاردة قد اي واحد بشتغل في دولة بنتكلم على الدول الكبيرة او الدول اللي بتنتج وبتشتغل وبتصنع طب بنعمل ايه ما انت خلي بالك ما انت كل الموضوع ده طول هيبقى عندك عندنا مشكلة هيبقى عندنا مشكلة هل احنا عندنا تاني بقول احزاب المشكلة